احمد كجوك مبروك وزير المالية هذا رجل ايضا من المستوى المتميز جدا وله كل التحية ومبروك السيد احمد كجوك وزير المالية ولكن اروح لدكتور محمد معيط دكتور محمد معيط شكرا لسيادتك نشكرك النهاردة مرة اخرى على الهواء مباشرة سنوات طويلة متاعب مصاعب وزير المالية في مصر ما حدش تاني نادرة ما تلاقي حد بيشكر وزير المالية ما حدش وزير المالية بييجي بيبقى جاي والوزير احمد كجوك هو جاي وعارف لانه موجود في وزارة المالية من 2016 نائب وزير المالية مع الدكتور معيط ووزراء المتعاقبين يعني وقابله عمر الجرح وغيره يعني ايه بقى له من 2016 وقابلها كان موجود في المالية فعارف انه هو جاي لحقيبة صعبة وحقيبة الناس بتزعل منها يعني دايما وزير المالية يبقى جاي كده ايه وزير المالية صعب بتبقى عملية صعبة عملية صعبة يعمل التوازن ما بين مفيش وزير مالية بيرضي الناس من الاخر يعني مفيش وزير مالية بيرضي حد فبيجي وزير مالية ماسك الحقيبة ديه وهو ماسك يعني كتلة كده في ايديه الله يكون في عونه في عون الدكتور معيد بنقوله شكرا جزيلا على هذه السنوات المهمة وسنوات الصعبة كان لحضرتك دور كبير جدا في الازمات الماضية دورك حل لهذه الازمات محاول التخفيف عن الناس سواء في كورونا وغير كورونا اتلاقي مجتمعات اخرى وتقولك وزير المالية والضرابة اللي كان بعمل هو الراجل مطلوب منه فلوس هيعمل ايه سياسات معينة يعمل ايه التوازن ده فعملية بتبقى صعبة جدا فدايما وزير المالية محدش بيشكر وزير المالية لكن انا بشكره النهاردة انا لازم اشكره النهاردة ولازم اشكره لانه زي بقول لها حقه تحمل ويتحمل الهجوم اللي كان دايما على الدكتور محمد منعيد تحمله بساعة رحب وحتى واحنا موجودين معاه في اللقاءات وحوارات وعبر مداخلات وانتقادنا بيتحمله بمنطقة الصبر لانه كنا بننقله رأي الشارع وزي بقول لكم رأي الشارع عادة في اي وزير مالية تاني بقول اي وزير مالية من وحنا جايين ما بيعجبش الناس ما بيرضهمش الناس زي من عايزة طب وزير مالية عنده محددات هيعمل ايه فكل يمسك وزير مالية ايه اللي حق وزير مالية عمل ايه اللي حق وزير مالية عمل ايه عملية صعبة جدا كل اتحايا دكتور محمد معيط سات الوزير احمد كجوك وزير المالية مليون مبروك ولكن مهمة لسه بقول مهمة صعبة ولكن الوزير كاجوك المالية مش غريبة عليه لا مش غريبة عليه هذا الرجل اشتغل في ملف التفاوض الخاص بالصندوق عدة سنوات وخاصة القرض اللي هو الـ 12 مليار وزير كاجوك هارفارد جامعة امريكية جامعات دولية عريقة رجل لديه خبرات كان خبير اقتصادي في البنك الدولي لحد 2016 ونائب مساعد لوزير المالية في الفترة من 11 لحد 13 عنده خبرات كبيرة وخبرات طويلة جدا اشتغل كثير على ملفات الاقتصاد ملفات المالية وزير نائب لوزير المالية عدة سنوات للسياسات المالية وكان زي ما بقول كده دايما مع الدكتور محمد معي اي اجتماعات بتجدوها خاصة بالمالية وزارة المالية مع السياسة الرئيس بتجدو الوزير احمد كاجوك موجود في هذه الاجتماعات لانه عنده خبرة وبالتالي هو مش محتاج يعرف ايه الحكاية والدولة عايزة لا هو موجود في الموضوع يعني الملف كله موجود معاه وده ميزة ان انت كمان جايب وزير للمالية منفعش تجيب حد لسه هيبدأ يشوف لا احمد كاجوك شايف وعارف وعارف المتاعب والصعوبات والناس عايزة ايه والاجور اخبارها ايه والمعاشات اخبارها ايه والديون اللي علينا اخبارها ايه والسندات الدولية اخبارها ايه وتعاملنا مع صندوق النقد الدولي اخباره ايه والمفاوضات ايه كله وشغالين مع الشرق والغرب وبريكس وغيره يعني عنده كل هذه ملفات ليس جديدا على مشاكل وزارة المالية على الاطلاق على الاطلاق وبالتالي يتسلم المهمة على طول ايده في الموضوع زي ان بقول لكم لسه النهاردة موجود شغال وامبارح مع الدكتور محمد معيط امبارح واول امبارح قاعد في مؤتمر الاساسمار المصري الاوروبي قاعد وموجود في الصف التاني بالصف التاني موجود وشاركوا يعني الراجل موجود ويتم كمان كان بيتم ده جزء الوزير احمد كاجوك بالمناسبة يعني تاني بقول يعني ليس مفاجأة احمد كاجوك انه وزير المالية ما كانش مفاجأة خالص انا بقول لكم ما كانش مفاجأة هو بس كان التوقيت امتى هو ده التوقيت خلاص تم النهاردة وبكرة الحلف اليمين ان شاء الله